منتخب مصر خلاص احنا كم يوم وراحين نلعب مع موزنبيك كنت لسه بتكلم من شوية انه خلاص مبقاش فيه كلام على الاختيارات ومين حلو ومين وحش ومين كان يخش ومين كان يخرج اللي موجودين دلوقتي دول هم سواء عشرين بطل ان شاء الله بإذن لربنا يوفقهم ويوفقنا معهم مبرأة أولى قدام منتخب موزنبيك شايف مين الأفضل لها شايف مين الأبرز اللي مفهول نبدأ به في هذه المواجهة طبعا قبل أي كلام كلنا مندعم المنتخب المصر بمتع مستر فتوريا في اختياراته مهما تكون خلاص اللي تم اختياره تم الجدال اللي تم على السوشال ميديا وبين الجمهور وبين النقاد الرياضيين وبين الناس ودي حالة صحية طبعية بالمناسبة لكل الناس طبيعي جدا ودي قبل أي بطولة ده وارد جدا نحسى إنما في الآخر المسؤول الأول والوحيد عن الاختيارات هو مستر فتوريا فده حق مشروع ليه وهده الحق الأصيل ليه قائد دي المنتخب الوطن منتخب مصر احنا شوفنا التجربة الهيلة جدا قدام تنزانيا وكان ليه منتخب تنزانيا بالأخص وكلنا نعلم ده جيدا لإنه بتتشابه في الشكل الدفاعي زي وزي منتخب موزنبيك اللي مصر هتلعبها طيب أنهي فيهم أصعب لا منتخب تنزانيا أصعب يعني التجربة بتاعت منتخب موزنبيك إن شاء الله وإحنا باللعبها من منتخب المصري هتكون أسهل بكتير جدا في المواجهة الدفاعية من خلال منتخب موزنبيك لإن منتخب موزنبيك بالنسبة لنا آخر مرة شارك في البطولة الأفريقية كانت سنة 2010 فملهوش تجرب لمدة السنين كبيرة جدا تاريخه في البطولات تاريخ ضعيف جدا بالضبط كده شارك أربع مرات تاريخه مش قوي في البطولة وإنت من أسياد هذه القرى يعني الأسد بتاع هذه القرى وبطل هذه القرى الدائم طريقة لعب مصر فيتوريا أربعة تلاتة تلاتة هتخلي في حالات الناس ما تقعدش تقول أصدر كان لعب ده ما يلعبش ده ده يلعب لازم تبقى أنت عارف هنلعب ليك ده وأنا برجح تشكيل إن يلعب به فيتوريا وناس معينة يلعب بيها في المغرادة لأسباب فنية كتيرة جدا اللي همي الأول بشكل عام يعني قولي الفرقة اللي أنت شغل إنها تبدأ وبقى نمسك حد حد أو نمسك عدد معين من اللعبين نتكلم عنهم تحدي طبعا الشناو ده موضوع منتهي حجازي وعبد المنعم هاني وفتوح تمام عشان هنا بقى نخش في الجدلات هاي هنبدأ هوا هنلعب بين لني وإمام وزيزو ونلعب بترزيجية وصلاح ومصطفى محمد ده تيمة اللي أنا عايز أبدأ بيه ده اللي أنت حبي من وجهة نظر من وجهة نظر طبعا بيتوريا هيبقى شايف الأفضل وشايف الأحسن هو اللي عايش مع المنتخب فهو اللي هيشوف الأحسن كلنا بنقول وجهة نظرنا بالضبط الأول قبل ما روح للتشكيلة نفسها انت اللي لوحتي وانت بتتكلم قلتني محمد الشناوي ما فيوش جدال طبعا ماذا عن حالة ما بعد محمد الشناوي الحراس اللي ما بعد محمد شناوي ربنا يا رب يحافظ على محمد شناوي تعالي البطولة وسهنا تعودنا في البطولة الأخيرة في حالة ثانية وثالث بيلعبه ان شاء الله ربنا يحافظ على محمد الشناوي اللي تحت محمد الشناوي نحب تتكلم على مين تحديده والله بص كلهم التلاتة اللي بعد محمد الشناوي كل علامة استفهام الأقرب هو أبو جبل من وجهة نظر راجل سليم بدنيا ما عندوش أي نوع من أنواع الإصابة اللي بتتمثل في أحمد الشناوي الراجل بيلعب بصفة مستمرة في بطولة الدوري المصري ودي غايبة عن محمد صبحي فدي كلها عوامل بتقرب أبو جبل أكتر حد يكون قريب للبديل وعندو الخبرات الأفريقية لللاعب في القرى الأفريقية في البطولة السابقة عندو الخبرات اللي يقدر تحت الضغوط الموجودة الجماهرية يقدر يشتغل بشكل إيجابي بعد الشناوي طبعا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفضل محافظ لنا على الشناوي لأنه هيكون جزء كبير جدا إن شاء الله في رجوع منتخب مصر ببطولة أفريق ممتاز طيب ده محمد أبو جبل محمد صبحي محمد صبحي طبعا مصر فيتوريا واضح أنه عنده قناعة كبيرة جدا هو حارس كبير طبعا وأنا دائما وأبدا بقول يعني شاهدتي فيه مجروح عشان أفكر الناس لا أفكر الناس كابتن أسامة عبد الكريم كان مدارب حراس مرور منتخبنا الأولمبي وزهور محمد صبحي وأنه محمد صبحي ينور وكان أفضل حارس في أفريقية في بلوية أفريقية تحت 23 سنة كان مع كابتن أسامة عبد الكريم فأكتر واحد اشتغل مع محمد صبحي وأكتر واحد عاش مع محمد صبحي وكابتن أسامة عبد الكريم فهي كلام يقول الوقت عن محمد صبحي هو كلام من جوه أوي يعني محمد اتولد حارس كبير اتولد أفضل حارس في أفريقيا تحت 23 سنة وكان هو أصغر من المعدل العمر اللي في البطولة بتلت سنين صحيح فده رقم كبير جدا قدر يحافظ أو قدر يكون مع زميله وأصدقاء جيله في حراسة المرمى مش جيله كمان في اللعيبة بس أصدقاء جيله في حراسة المرمى اللي كانوا موجودين معاه زك المحمود جاد أو مصافة شبير أو عمر ردوان أو عمر صلاح المجموعة كلها اللي كانت موجودة قدر إنه هو يجيب لمصر بطولة مهمة وهي بطولة أفراق صحيح فإنما التوقيتات اللي هو شغال فيها والمشاكل الكتيرة اللي كانت اللي ما تسبق تجمع المنتخب هي اللي مؤثرة على القرارات اللي كان بياخدها محمد صبحي عظيم خلال مباراة تنزانية أنت ليه قلت لي محمد أبو جبل مش أحمد الشناوي حارس ثاني لأن حارس عنده إصابة لحد النهاردة لحد ما تلعب ماتش تنزانية كنا نتوقع أن يشارك أن يكون موجود بديل حتى ياخد جزء من المباراة إنما كان المنتخب بيحافظ عليه عشان يبدأ تدريباته ما بعد مباراة تنزانية بشكل كامل لأنه كان بيقول بيشارك بشكل جزئي فالمشاركة بشكل جزئي ما تدينيش الطمأنينة إننا نقدر أعتمد عليه إلا إذا كان هم شايفين خلاص إنه هو جاهز فنيا وجاهز بدنيا هل الفترة اللي فيها اللي استشفى بتاعت الإصابة بتاعته هتكون كفاية إنه هو يقدر يشارك في بطولة كبيرة زي دي هو الوحيد اللي يقدر ياخده القرار ده ميستر لويس وميستر فيتوريا مداري بحراس المرمى والمدير الفني المرمى